سراع كروي افريقي بنكهة عربية رهانه بطقة الترشح للمربع الذهبي من بطولة كأس امم افريقيا المنتخب المصري ونظيره المغربي وجها لوجه الاحد على ارضية احمد اهجو بياواندي اسبقية تاريخية للمغاربة في سابق المواجهات مخالب اسود الاطلس اصابت الفراعنة في 14 مناسبة اما الفراعنة فلم يرد الاعتبار الا في ثلاث مواجهات فقط فيما انتهت 12 مباراة دون غالب ولا مغلوب الروح القتالية والانضباط التكتيكي اللذان اظهرهم الفراعنة خلال مواجهاتهم الفيلة قد يكون الدافع لاقصاء المغرب ناهيك عن خط الوسط المتوازن وصلابة الدفاع الذي لم يستقبل مرماه سوى هدف وحيد خلال المباريات الاربع الاخيرة من الكان في المقابل اعتبارات عديدة قد تمنح المنتخب المغربي الافضلية اولها الخط الهجومي الذي امضى على سبعة اهداف كاملة الى جانب محاولة تجديد العهد مع الادوار المتقدمة في العرس الافريقي التي غاب عنها مطولا مباراة ستلعب على جزئيات صغيرة والحظ سيبتسم لمن يعرف من اين تؤكل الكتف منتخب مصر يأمل في مواصلة سعيه نحو التتويج بلقب البطولة للمرة الثامنة في تاريخه واسود الاطلس في رحلة البحث عن كسر عقدتهم امام مدرب الفراعينة البرتغالي كيروش